قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لتسهيل الإفراج عن البضائع والسلع وأوضح مدبولي أنه منذ السبت الماضي انتهت أزمة تكدس البضائع القديمة في الموانئ ويتم العمل على تدبير موارد النقد الأجنبي والإفراج عن السلع بصورة منتظمة الحقيقة احنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنسيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار إخراج كل السلع الموجودة في الموانئ زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي احنا خلاص رجعنا تاني إلى ما كنا عليه قبل عام ماضى وفعلا أنا بتأكد يوميا أن الأمور مستقرة وأن الحمد لله دلوقتي بقت وطيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة وده دايما بيحصل من خلال التنسيق المستمر والدائم مع البنك المركزي والحيمكن المجلس حريص كل الحرص في هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الأخص قطاع الصناعة ويمكن يعني احنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتموا متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة لان طبعا زي توجيهات فخامة الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه